نظمت أسرة بيت على الصخر بكنيسة القديسة العذراء مريم بالعمرانية مؤتمراً روحياً تحت عنوان الحاجة إلى واحد على مدار ثلاثة أيام من الرابع وحتى السادس من نوفمبر الجاري خلال المؤتمر دارت ندوات مكثفة عن الأسئلة التي تدور في ذهن الأطفال وكيفية التعامل معها نتابع بهدف التركيز على اهتمامات أفراد الأسرة نظم اجتماع بيت على الصخر التابع لكنيسة القديسة العذراء مريم بالعمرانية كرنفالاً بعنوان الحاجة إلى واحد لمدة ثلاثة أيام وهو المعني بزيادة التفاعل بين أفراد كل أسرة وكذلك بين الأسر وبعضها النهاردة يوم اسمه كرنفال الأسرة وهو يعتبر الجزء الثالث من نهضة نعملها كل سنة عن الأسرة والبيت المسيحي بدأنا في 2017 النهضة دي عبارة عن أيام متلاحقة بس كلها مركزة على فكرة الأسرة إزاي يكون الكنيسة كلها بتسلط الضوء على أهمية الأسرة والزواج المسيحي وتربية الأطفال والمسيحي يكون هو أساس وصخر البيت خلال النهضة دي تتكلمنا اليومين اللي فاتوا على تربية الأولاد وعلى البيت المسيحي وإزاي إن إحنا كلنا نكون في البيت حاجة واحدة وكلنا نبقى متجهين لربنا سواء الزوج بيشجع الزوجة أو الزوجة بتشجع الزوج وفي نفس الوقت إحنا بنقود ولادنا إن إحنا نوصل لطريق ربنا بدأ ثالث أيام المؤتمر بقداس تعليمي للأطفال يوضح لهم بشكل مبسط معنى الطقس ودلالاته ويمزج بين التعليم والاستمتاع وهو ما شجع الأسر على استحاب أطفالهم معهم إحنا هنا بنبقى في أول كل شهر يوم الخميس بيبقى فيه اجتماع بيت على الصخر الاجتماع بيبقى فيه كل شهرين ثلاثة تقريبا كده بيبقى فيه يوم روحي لنا بنبقى معنا الأولاد وبنحضر قداس ونتناول بعد كده نطلع بقى بنقضي يوم روحي بتاعنا كما حرص القرنفال على تخصيص وقت لمشاركة الأسر تناول وجبة الإفطار سويا ما يشارهم بالأجواء العائلية ويعطي فرصة أكبر للتفاعل بين المشاركين واستيعاب موضوعات المؤتمر المتنوعة كل الكنيس بتعمل خدمات وأنشطة النشاط بتاع النهاردة مختلف شوية لأنه بيجمع عدد كبير من الأسر والأب والأم والأولاد وبيكلمهم عن مفاهيم لها علاقة بالثقافة الجنسية تساؤلات كتير ممكن تكون بتدور في الزهن أطفالنا وبيكسفوا يدردشوا معنا فيها النهاردة كان فيه إجابة على كتير من الأسئلة دي من كنيسة القديسة العطراء مريم بالعمرانية فريد إدوار سي تي فيي ترجمة نانسي قنقر